والد المختطف شهيد سبط في العراق على جريمة اغتيال والد المحامي المختطف علي جاسب والحادثة تهز الرأي العامة متى سيتوقف نزيف الدماء مركز انتفاضة الشرين لم يعد مكانا آمن للناشطين بغداد تخل من أبرز أيقونات الاحتجاج ومدن إقليم تجمعهم لا يمر يوم إلا ويسجل فيه العراق جريمة أخرى تضاف إلى استجل الجرائم المتواصلة ضد الناشطين تطورت الاختيالات في العراق لتشمل ذوي الناشطين وآخرها جريمة اغتيال والد الناشط والمحامي المختطف علي جاسب التي فجع العراقيون بها والد المختطف شهيد فأي حزن فيك يا عراق متى يتوقف نزيف الدم المستمر للناشطين والمحتجين نتابع التقرير ونعود لنجيب عن هذا السؤال إنه العراق حيث يتجول الموت في كل مكان ليكتب صفحات جديدة في مسلسل مفتوح لا ينتهي عنوانه الألم صورة هذا الرجل توحي بحزن عميق قبل أكثر من عام فقد الشاعر شاسب حطاب ابنه المحامي والناشط علي شاسب الذي لا يعرف مصيره حتى اللحظة لم يترك الرجل بابا إلا وطرقه وليس هناك من مجيب قصة يعرفها العراقيون جيدا لكنها انتهت نهاية لم يكن يتوقعها أحد ولم تخطر حتى في بال أكبر كتاب الروايات التراجيدية في العالم يعنيوا شو دنياي حين التوازة كسرت نبو يعني كسرت قزازة والد المحام المخطوف علي شاسب حطاب أناشط كل الخيرين كل الطيبين أصحاب الضمير الحي كذلك أناشط دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وأترجاه بهذا الشهر الكريم وقل له يا دولة رئيس الوزراء أنت وعدت شعب وقل له تطلع المختطفين وطلع السجناء وهنا وعد شعب ومثل ما عندك أطفال احنا هذا همه بنا عزيز علينا وعند أطفال الدين وعند زوجة وعند أم مريضة فأترجاك بليلة القدر أترجاك بمصاب علي بن أبي طالب أترجاك بشهر رمضان انتهت حياة والد علي شاسب بتوقيع فرق الموت الذين يتجولون بدراجاتهم النارية في مدينة لعمارة مركز محافظة ميسان تاركا أحفاده الذين كان يصروا على احتضانهم في جميع صوره وكأنه يريد أن يقول إن هناك من ينتظر ولده المخطوف علي شاسب فغاب هو وما زال ولده مختفيا القصة لم تكتمل بعد ففي التفاصيل حزن أكبر هذه الجريمة وقعت خلال عودة المغدور من مجلس عزاء أقامته والدة الشهيد الناشط عبد القدوس قاسم في ذكر استشهاده السنوية يتكرر هذا السيناريو في كل مرة ولم تفلح السلطات العراقية في وقف نزيف الدم المستمر للناشطين وذويهم الذين يتعرضونهم أيضا إما للتهديد أو الاختطاف أو الاختيال وحول اغتيال واختطاف الناشطين وهذه سلسلة الاختيالات المستمرة في العراق سنتحدث مع الناشطين هذه المرة ونرحب بالناشط طلال مجيد الناشط هاشم الجبوري من بغداد الناشط علاء شون من بغداد الناشط أكرم عذاب سيكون معنا عبر السكايب وعبر السكايب أيضا سيكون معنا الناشط أحمد الوشاح أهلا بكم معنا أحمد بداية نترحم على شهداء العراق ونتمنى العودة السليمة لكل من تم اختطافهم للعودة إلى ديارهم وأحبابهم وأهلهم نزيف دم الناشطين مستمر في العراق ما هي معلوماتك عن جريمة اغتيال والد المحامي علي جاسب وهل تعتقد أن هذه الجرائم مستمرة مساء الخير عليك وعلى جمهور قناتكم وعلى ضيوفكم الكرام حقيقة نعزي الشعب العراقي وثوار تشرين وعشيرة وعائلة الشهيدة المغدور تشاسب أبو علي أبو الثائر المغيب علي تشاسب حقيقة أنا كنت على تواصل دائم مع هذا الرجل صار أشهر وانويا على التليفون الرجل واصل للأدلة وأكو ملف وأكو قضية مفتوحة كانت في العمارة عن الجهة اللي اختطفت وغيبت علي تشاسب أكو أرقام تليفونات كانت تهدد عليه قبل تغييبه وأكو أرقام سيارات اللي خطفت علي وبعد اختطافه بيومين أجهزة تعقب الأمن الوطني وجهات حكومية لقيت الجهاز في أحد مقرات هذه الجهة الجهة هي اسمها أنصار الله الأوفياء أحد الميليشيات اللي موجودة في العراق الأمين العام مالته وهو المتهم الأول اسمه حيدر الغراو هاي الجهة بعد تغييب علي وبالأدلة القطعية والثابتة قام أبو علي ما قدرت الجهات الأمنية بالإعمارة والمحكمة ما قدرت تسوي شيء بهذه القضية حولتها البغداد للمحكمة بغداد والأمن الوطني نامت القضية في القضاء وفي الأمن الوطني بقر الرجل يضغط إعلاميا يتصل بينه يطلب من عدن الضغط الإعلام ونحن كذلك من خلال ساحات الاعتجاج ومن خلال الضغط الإعلام والمسيرات والسوشال ميديا نضغط بهذا الشيء آخر شيء وصل المقابلة بقابل مصطفى الكاظم ومصطفى الكاظمي أنطال ملف في الكامل بالأدلة وبالأسماء وبالتواريخ والعناوين وكاملة ملف كامل ومطهياء وقال له عد الأمن الوطني باقية ما تتحركوا بالقضاء وما جاي يتخذون أي إجراءات قال له عندي خلص قال له عندي صار لها تقريبا خمس تشهر أبو علي جاسب آخر شيء اتصل بي آخر تليفون بيني وبين أبو علي جاسب قبل تقريبا ثمانة يام من الآن قال له عمي وصلوا موضوع أنه تحركوا عليها عشائريا هاي العصابات الجهة نفسة اللي هم أنصار الله الأوضيع وآن احتمال راح أنقتل يعني أكو ضغط كلش قوي الرجل كان ما حتى ما يقدر يطلع من البيت حقيقة اللي صار البارحة هو كان رايح لدورة سنة الشهيد قدوس تعرضوا لنفس الجهة تمام وهو محددهم شف سبعة أسماء بالتحديد نفذوا عملية الاغتيال حقيقة من هنا أكو رسالتين بهاي عملية الاغتيال أولا رسالة أنه إحنا كل عوائلنا إحنا الناشطين والصحابيين والمدونين اللي يرفضون النظام وسياسته القمعية وكواتبه وميليشياته اليوم بحثونا رسالتين الرسالة الأولى أنه عوائلنا اليوم كلها حلاب خطر ممكن أخوي وممكن أمي وممكن أختي تبقتل هاي رسالة أولى الرسالة الثانية ليش بنفس المنطقة اللي استشد بها قدوس وبنفس وبدورة السنة ما قدوس نحن نعرف عمليات الاغتيال تكون مدروسة ضربة تكون ضربة وتكون بها مجموعة رسالة الرسالة الثانية اختيار توقيت الاغتيال أنه بيوء بدورة سنة قدوس وبنفس المكان هاي رسالة على مدى استهتارهم ومدى سيطرتهم ومدى استصغار القوات الأمنية لكن الأمور هاي أوكي كمنا الرسالة الكارذة الكفرة تواطئ قيادة وعمليات شرطة ميسان مع هؤلاء المجرمين كيف بالأدلة طلع قائد شرطة أول مرة طلعوا بيانات على السوشال ميديا على موقعهم الرسبي بالفيسبوك بعد طلع قائد شرطة ميسان بنفسه العميد صرح أنه الجريمة عشائرية هي أبدا مو عشائرية اليوم إحنا خبراء القانون وأنا رجل جاي أدرس قانون وجد قاضي أنه اليوم الجريمة إذا أريد نكتشفها ونبت بيها أنه هي عداء شخصي أو جريمة مثلا عشائرية أو ميليشياوية مو أقل من سبع تيام يلا نقدر نبت بها أو نقرر بهذا الموضوع شلون أكو مبرس جرمي وأكو شهود وأكو مشتكين وأكو تشريح وأكو فحص للسلاح اللي ينفذ به الجريمة يعني إذا واحد راح وقال أنا المجرم وابن عمي وأنا قتلته هذا ما يأخذونه بأقواله لا تصير مجموعة مجموعة قرارات يتخذها القاضي أنه يثبت هذا هل هو المنفذاء الجريمة أو لا هاي مو أقل من سبع تيام يلا يوصل يعني يوصل البداية خير إذن تصريحه كان أنه ضغط عليه الضغط منه الضغط يا جهة اللي يضغطي الجهة المتنفذة اللي يتخلي يطلع بالوحدة بالليل ويصرح تصريح كاذب إذن هي الجهة النفسة الميليشياوية القاتلة اللي ينفذت الجريمة هنا التواطئ من قبل قادة بعض القادة في القوات الأمنية هاي جريمة أخرى جريمة أخرى بحق العراق بحق العراقيين بحق الشعب العراقي بحق الثورة التواطئ والتقاضل والخيانة الشرف العسكري قسم عليه هذا القائد قائد شرطة ميسان وين 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 الرتبة العسكرية والشرف العسكري والقسم وين بهذا تصريحك وانت صرحت تصريح مع العلم أنه إحنا على تواصل وجبنا مقطع فيديو وأصدرت عشيرة المخدور أنه هي ما عندها أي مشكلة شخصية وأنه هي عائلة ما عندهم مشكلة شخصية ويأي شخص إذن إحنا إلى متى هذا الاستهتار إلى متى هذا الاستهانة الدماء العراقيين نعم نعم أحمد بتأكيد سنواصل الحديث معكم كناشطين بانتفاضة تشرين وأنتم حملتم الكلمة لأنكم تريدون وطن وتعقيبا على كلامك أحمد حتى الآن لم يتم التأكيد أو نفي المعلومات المتداولة بشأن اختيال والد علي تشاسب بشكل رسمي ننتقل إلى أربيل طلال ما هي الرسالة المراد من استمرار هذه الاختيالات وهل تعتقد أن مسلسل الجرائم ضد الناشطين سيستمر أو ستستمر تحية لك سيدة دينة الأقصص تحية لمشاهديك تحية لكادر القناة الشرقية الرحمة والخلود لشهداء تشرين الرحمة والخلود لشهيد شاسب حطاب والد المغيب علي شاسب الذي غيب منذ شهور بالتالي رسالة مفادها أن هؤلاء قد سيطروا بشكل كامل على مفاصل الدولة والحكومة والحكومة عاجزة وغير قادرة على ردع مثل هكذا أمور تحدث داخل البلد وباستمرار والدليل أن هناك منفلتين وسلاح منفلت متواجد على مدار شهور وسنة ونصف داخل الشارع العراقي يعيثوا في الأرض فسادا يقتلوا في الناشطين وأبناء الشعب العراقي ومن ذوي الناشطين أيضا والمغيبين وما حصل للمغدور شاسب حطاب خير دليل على ذلك بالتالي هم قادرون على تنفيذ جرائمهم والتحرك بصورة مستمرة عشوائية أو منظمة داخل محافظات العراق مما دعا ثوار تشهين ومتظاهريها وناشطيها إلى أن يذهبوا بعيدا عن محافظاتهم وبغداد أصبحت ملاذا غير آمن لهم بالتالي نجد أربيل والمحافظات الآمنة اتجه إليها ثوار تشهين من أجل الحصول على الأقل حياتهم والابتعاد عن هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا نعم هذه الرسالة هي رسالة خطيرة جدا مفادها أنهم قادرون على الوصول إلى كافة الناشطين والثوار وذويهم ومن يحاول أن يبحث عن أدلة أو براهين في سبيل تحقيق قضية ما والد الشهيد كان يبحث بشكل مستمر ويناشد ويطالب ولديه الأدلة مما اضطر منفذي العملية إلى الخلاص منه نهائيا وتنفيذ جريمتهم القذرة بحقه وقتله ما معناه داخل محاولة أن يلاحق أو يطالب أو يبحث عن مفقود أو شهيد أو قاتل هذه الرسالة توجه للحكومة أولا أين أنتم مما يحدث سيد رئيس الوزراء أين أنتم مما يجري في ميسان وبرداد ومحافظات العراق بصورة عامة أين هيبة الدولة التي يبحث عنها البعض متحاكيا أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار إلا بإيجاد هيبة للدولة أما كانت للدولة هيبة لو كانت الحكومة سطوة على هؤلاء أين هيبة الدولة من سلاح منفلت يعيث في الأرض فسادا قتلا تشريدا أن بطشكم وقتلكم وتشريدكم واعتقالاتكم وخطفكم لن يزيد المتظاهرين إلا عزما ولن يزيدكم إلا سوءا وخذلانا وكلما زاد الظالم في طغيانه وظلمه اقتربت ساعته نعم هذه رسالة قاسية حقيقة تلقيناها بحرارة وألم شديد نتيجة أن والد الشهيد كان يبحث عن ولده وإذا تفجع عائلته بفقدان الأب كذلك كيف للمواطن العراقي وأنا كعراقي أن أطمئن على حياتي وحياة أبنائي ومستقبلي وعملي كيف لي أن أعيش في بلدا لا يسوده إلا الرعب والقتل والفساد والتدمير والتشريد والتهجير لا نستطيع كعراقيين نحن نخاطب العالم والاتحاد الأوروبي الذي رحب كثيرا ليلة أمس بمبادرة السيد الكاظمي نخاطب الاتحاد الأوروبي والعالم بصورة أجمع أن ينظر إلى مصير الشعب العراقي الذي بات يعيش أسوأ حالاته منذ العام 2003 وإلى يومنا هذا لم نرى يوما كسائر الدول المجاورة أو يوما سعيدا مر علينا بالتالي نحن من مصاب إلى آخر من مصيبة إلى أخرى من فاجعة إلى أخرى نعيش أيامنا سوءا وسوء الحال يزداد يوما بعد يوم نحن نخاطب العالم بأسره أن يرى بعين الاحترام وقداسة البابا الذي جاء للعراق وإن كانت زيارته جاءت بمعض المنفعات أن يروا بعين الرأفة والرحمة إلى هذا الشعب المظلوم الذي بات عاجزا عن التغيير برغم من ثورة التشرين العظيمة التي شابتها السلمية على مدار عام ونصف نناشد العالم بكافة أطيافه أن يتدخل في الشأن العراقي منقذا الشعب العراقي الذي تدعي حكومته وأحزابه الديمقراطية وهي فاقدة لكل معنى الديمقراطية نعم لا توجد ديمقراطية في العراق إنما هناك لغة السلاح الكاتم والتهجير والقتل والخطف وتكميم الأفواه المستمر علينا أن نكون صريحين كحكومة مع أبناء شعبنا العراقي أما أن نقول أننا عاجزين عن محاسبة هؤلاء أما أن نحاسبهم بشكل صحيح وأن نظهر قتلة المتظاهرين ومن يعبث في الأرض فسادا والحكومة على دراية كاملة بمن يقوم بهكذا عمليات ولديها المعلومات الكافية إلا أننا نسترّب كثيرا من الصمت الحكومي الذي طال أمده نعم وبانتظار بالتأكيد أي تقرير رسمي يؤكد أو ينفي المعلومات المتداولة بشأن اختيال والد علي الجاسب سنذهب إلى هاشم الجبوري هاشم ما هي الخطوات التي ستتخذونها كناشطين تعيشون في بغداد إذا هذا التصعيد في الاختيالات تحية لك ولضيفيك ولجمهوركم الكريم الرحمة والخلود لشهداء العراق وآخرهم الشهيد شاسب حطاب الهليجي الله يرحمه بالنسبة لنا كناشطين وكمتظاهرين نرفض أن نسكت ولن نسكت على هذه الجرائم المستمرة احنا في بداية تشكيل هذه الحكومة صرحنا مرارا وتكرارا وقلنا هذه الحكومة لن تستطيع تلبية مطالب المتظاهرين ولن تستطيع حماية الشعب احنا دائما نشوف بالأفلام والقصص البوليسية أن العصابة قسم من عدهم يجي يخفي آثار جرائمهم بعد ارتكابهم الجريمة المشكلة احنا هسا قاعد نشوف هذه البوليسيات أن الحكومة هي من تخفي الأدلة وتخفي الإثباتات على المجرمين بل وتحاول الترقيع لهم لتهريبهم من العدالة والقصاص العادل هذا اندل على شيء يدل على أن استنتاجنا الأول بأن الحكومة لن تستطيع مجارات ومقارعة تلك العصابات الإجرامية التي تستهدف المواطنين الأبرياء فقط لأنهم يطالبون بحقوقهم بل وزاد الأمر سوءا مثل المرحوم شاسب حطاب يعني هم طالبين عنده وهو صرح بهذا الشيء أن يسكت عن المطالبة بالكشف عن مصير ابنه المشكلة العظيمة أنه احنا هسا أمام خيارين أحلاهما مر إما أن نسكت ونقتل وإما أن نخرج ونقتل إذن نحن سنخرج ولن نسكت على هذه الجرائم المستمرة ونعتبر الآن نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة على هذه الانتكاكات وهذه الجرائم ونذكرهم بالوعود التي قطعوها على أنفسهم بأنهم سوف يلبون مطالب المتظاهرين ومطالب الشعب طيب إذا لحد الآن ما قدرت أنت كحكومة تأمنون الشعب هس أنت عاجز عن تأمين الشعب بس لا تروح باتجاه أنه ترقع للمجرمين وتغطي عليهم وتتستر عليهم تقرير شرطة ذيقار قيادة شرطة ميسان عفوا مرة ينزدوا على صفحتهم مرة يحفوا أكتذبذب يعني هم نفسهم ما جاي يعرفون شلون يطلعون من المأزق زين ليش لصالح مين شنو الحكومة عدها علم بهذا التخبط اللي قاعد يصير في قيادة شرطة ميسان أمام جريمة نكراء يعني مكتملة الأركان أولا الشخص مهدد من جهة معينة الله يرحمه هذا ركن من أركان الجريمة ثانيا أكو استغلال للتوقيت الزمان والمكان اللي هو بنفس تاريخ استشهاد قدوس الله يرحمه أحد متظاهري ميسان وناشطيها وبنفس التاريخ وبنفس المكان هذا ركن آخر من أركان الجريمة المفروض الأدلة الجنائية يعني تعنا بهذا الشيء مو يطلع يعني قائد شرطة ميسان يصرح بأنه أحد القتله هو ابن عمه والقضية أكو حراك قاعد نشوفها والحراك يكاد يكون أنه هو مدفوع من الحكومة نفسها لأن شرطة ميسان هي تمثل الحكومة شرطة ميسان تحاول دفع الأمور باتجاه تبرئة العصابات الإجرامية التي خطفت المحامي علي تشاسب وغيبتها لحد الآن طبعا إحنا نأمل من الله أن يكون علي تشاسب سالم لكن إحنا آيسين من أنه علي تشاسب حتى أنا في أحد المرات كنت أتحاول ويالمرحوم تشاسب حطاب أبو أحمد لهلياتي الله يرحمه قلت له أنتش منتظر إحنا متوقعين أنه علي تشاسب الله يرحمه ما نعتقد أنه بقى لحد الآن عايش علي ابنك قال أنا ما عندي شيء خلي انطوني يا جثة خلي دلوني قبره أروح أشوفه يعني وسطة الوقاحة والإجرام لدرجة أنه رجل مسن يطالب بقبر لابنه يعني طالب بجثة ابنه ما طالبهم بحي طالبهم حتى ولو كان بجثة صرح أيضا أبو أحمد لهلياتي أنه أباح لرئيس الوزراء بمسائل خاصة وقدم لأدلة إحنا نطالب رئيس الوزراء بالكشف عن الأدلة اللي صرح بها والد الشهيد والد المغيب الشهيد هو والد مغيب للأسف بس بالعراق هذه الأمور تجري علينا إضافة إلى أنه أحمد آل وشاح نوه إلى نقطة جدا مهمة قبل قليل لما قال أكو شيء أكو إجراء متبع بالجنايات وبالجرائم جرائم القتل اللي هو إجراء كشف الدلالة كشف الدلالة يكشف هل هذا هو الجاني فعلا؟ لربما يكون هو تحت الإكراه متعرض للابتزاز واعترف باعترافات معينة لكن الفيصل بين الحق والباطل مع مرتكب الجريمة هو كشف الدلالة كإجراء قضاء وعدل نعم إذا سننتقل لعلاق شور يعني كيف تعلق المعلومات المتداولة بشأن كيفية اختيال والد علي جاسب نعم مسأل خير عليها تسدينا وعلى المشاهدين وعلى الضيوف الكرام الرحمة للشهداء والشفاء عفوا لجرحانا ويعرب خلاص العراق والإنسان يجمع من وضاء الكورونا سدينا الموضوع بحد ذاته بكل الجريمة اللي ارتكبت وهي مو الأولى ولا الأخيرة عانينا كثير من هذا الموضوع وطالبنا كثير من الحكومة والحكومة لحد الآن تسويف في تسويف في تسويف الحكومة ما يقصد بها شخص معين يقصد بها كل مفاصل للحكومة سواء كانت حكومة محلية أو الحكومة المركزية ووزارة الداخلية مديرة الشرطة غيرها غيرها أولاً احنا عندنا جريمة والجريمة بها مدعي بالحق الشخصي جريمة الخطف الأولى لابن المرحوم بالبداية كل المعلومات اللي قدمها كل الأشياء اللي قدمها المفروض كان يتم التحقيق بيها يتم التحقيق بيها من حيث مديرة الشرطة مديرة الأمن الوطني الاستخبارات غيرها غيرها واليوم احنا نشوف السيد الاسدي بعد ما راح للناصرية وقال انا ابنكم وانا اريد اعدل الوضع واني منكم وإليكم وان شاء الله مايروح حاق يعني معناها انت شو انت بجهز الامن الوطني فعدك كل المعلومات اللي 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 تقدر انت تتحقق بها بطريقتك الخاصة وإلا يا فلان يا فلان يا فلان مارد اسمي حتى ما تقولون انه هدا تتجاوز او غيرها انت اليوم ما قادر تملي هذا مكانك تركه هذا المكان بيه حقوق وبيه دماء وبيه ارواح وبيه وطنية وبيه عراقية وبيه انسانية تركه تقول انا اخاف من جهة اخاف من شخص اخاف من مجموعة اخاف 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 كلهم عندني على عين وراسي اليوم اللي يخاف خليترك الكرسي هذا الموضوع اذا اذا عندكم ذمة وضميرة وغيرة واني بدينا احنا شوية شوية تنتهى هذه الامور من عندنا للأسف كعراقين اللي كنا نفتقر بها من نطلع للقارج او من اتباه بها اليوم هذه ما موجودة كانت قبل النخوة العراقية موجودة من شخص ينخو شخص ثاني يقوم خلص بروحة يفدي بروحة هذا الشخص صال لأكثر من سنة ينخو ما خلى شخص ما خلى لا وزير لا خلى مدير ما خلى وزير ما خلى رئيس وزراء كلكم نخاكموا كلكم عدكم الاوليات تقبلوها على ولدكم والله العظيم ما تقبلوها ما ما تقبلوه ابنكم اذا يعطش او اذا يشتهي لعبة اي لعبة معينة تروح تجيب لها من الخارج ما تجيب الهياء منها او هذا الشخص ابنه او عنده اطفال وما عنده احد ويقولكم دان خاكم مهما كانت الوضعية على ابني جيبوا لي اريده حتى لو جيبوا لي جثة وهي ما موجودة بكل مفاهيم الانسانية اللي قدتم خرقتوهم ما خليتو لها بكل مبدأ يقولكم اريده جثة جيبوا لي اياه او خليتو ان قتل وهو بحصرة ابنه ما شايفه او خلي كل واحد على وجه الانسانية اجمعة حدا ثاني موش شخص عراق فقط يشوفها بيه يرضى على ابنه كل احنا انا المتحدث اول واحد اموت على ابني يا الله يصير بيه شيء هذا ابنه يشوفه يروح ينتهي وهو ما عنده شيء وانت ما تقدروا نسوون شيء شنو رئيس الوزراء ما تقدر ما عندك سلطة شون ما عندك سلطة القائد العام للقوات المسلحة احرق الدنيا وما بها حتى اروح اطلع الحقمة لهذا الشخص عراقي مصر طلع بها موقف واحد مقطع انتشار على البوسات التواصل الاجتماعي للشخص يتحرش بطفلة راح وجابوه دورية راحت علي بنفس الساعة بنفس الساعة جابوه اتحرش بطفلة والكم صلى سنة يبتش على ابنه ما تقدرون نسوه شيء نعم على الدخوة والقوة والصبر موجودة بين نعم سنعطي المجال لكل شخص يعني له المساحة بالتعبير عن هذا الألم وهذا يعني ما يواجه الناشط العراقي احمد سؤالي لك ما هي الخطوة المقبلة التي ستقومون بها هل عودة الى ساحات الاحتجاج خيار مطروح نعم حقيقة السلاح المنفلت اعتقد انه لا حكومة الكاظمي ولا اي حكومة اخرى قادرة على ازالة هذا السلاح المنفلت واليوم والمشكلة العراق الأساسية السلاح المنفلت لا انتخابات نزيهة وامن اتخابي بوجود هذا السلاح المنفلت ولا بناء دولة ومؤسسات دولة بوجود هذا السلاح المنفلت ولا ديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي ورفض السياسات القمعية بوجود هذا السلاح المنفلت ولا اي واحد يقدر يعارض سياسة الميليشيات بوجود هذا السلاح اليوم يوم جاي يقتل مصطفى الكاظمي شخص واحد فصيل وفصيل مو من الفصائل الكبار فصيل صغير ما عدتهم اعتقدهم مستبيت مقاتل بالعمارة موجودين ما قدر له هاي مؤسسات الدولة كلها ما قدرت له اذن الموضوع انه حكومة ما بعد الالبين وثلاثة الدستور ما بعد الالبين وثلاثة احزاب ما بعد الالبين وثلاثة خل السوص طعب حقيقة اليوم احنا بالساحات وتبنينا قضية المطالب هاي وقبل عشر تيام كان عدنا مؤتمر عقدنا في بغداد كثور احنا حكومة انقاذ وطني وعقد اجتماع جديد وحضر الاحزاب تحقيق دولي في قضايا المجازن اللي صارت بتشرين وقضايا سقوط المحافظات الاربعة وقضايا الحروب الاهلية والطائفية وقضايا الاغتيالات اللي صارت من الالبين وثلاثة الى الان فتح ملفات الفساد من الالبين وثلاثة الى الان نريد نعرف التريليون دولار اللي انهدر من الفين وثلاثة الان وين راح خلي نعرف القوة السياسية اللي ما متورطة لا بدم عراقي ولا بسرقة بال عراقي ما عدنا شو ياها لكن المتورطة وبتحقيق دولي محاكمة دولية قضاء العراقي اليوم اثبت ضحطة أمام المجازر والصبت اللي جاي يصير أمام المجازر اللي جاي يصير والفساد اللي جاي يصير حقيقة هذا ماكو تفسير إلى إلا أنه ضعيف إذن نستعين بالتحقيق الدولي والمحاكم الدولية بعد هذا وبعد حصر ملفات حصر السلاح المنفلي وحضر الأحزاب المتورفة بسرقة المال العراقي وبالجمع العراقي إحنا بعدها نعد لانتخابات ويكون أكو حوار أما الآن حوار كذبة لا حوار مع السلاح أنا شا تحاور ويسلاح السلاح منفلي مستمر بسيل الدماء بزهق الأرواح مستمر بسياسته وسرقته ومساده وقذارته اللي نستمر عليه من 2003 ما عندي حواره ولا عندي انتخاباته انتخاباته حالة ديمقراطية السلاح والديمقراطية ما يتلاقب بيناتين من المستعيل السلاح اللي جاي يستعرض بالشوارع قبل الانتخابات بسنة ويقول رئاسة الوزراء إلي الفصيل الفلاني إذن هذا ما يؤمن بعملية ديمقراطية هذا يحكم بالسلاح يحكم بالدم يحكم بلغة الكاتم هاي حقيقة احنا مو لغتنا احنا اليوم نناشد المجتمع الدولي نناشد كذلك البابا سلمنا رسالة وننتظر ننتظر موقف بالضغط على المجتمع الدولي نناشد المجلس الأمن الدولي كذلك الدول اللي دعمت العملية اللي يسموها بالديمقراطية ما بعد 2003 كلها متورطة في الدم العراقي فاحنا نناشد عدم التنصر عن مسؤوليتك مسؤوليتك يا مجلس الأمن الدولي واليوم العراق عضو مجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة والعراق عضو في منظمة الأمم المتحدة قوموا بواجبكم وانقذوا الشعب العراقي من إبادة جماعية اليوم بكل القانون الدولي الحزب أو السلطة التي تتورط بإبادة جماعية بحق شعبها تحضر يصير تدخل دولي ربما يوصل حتى للتدخل في جيوش فاحنا اليوم نطلب تدخل دولي لا حل سوى التدخل الدولي وحكومة إنقاذ وطني تكون برعاية المجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة نعم شكرا لك أحمد الوشاح وسينضم إلينا بعد قليل أيضا الناشط أكرم عذاب لكن قبل ذلك سأنتقل بسؤالي لك طلال مجيد الناشط أحمد الوشاح تطرق إلى موضوع الحوار ما هو مصير الحوار في ظل استمرار هذه الاختيالات تحية لضيوفك الكرام السيد أحمد الوشاح حاشم الجبوري على أبو الشون وكذلك أكرم عذاب الذي سينضم إلينا بالتالي أول مرة خلت عقب على كلام علاء أبو الشون نعم اللي تفضلت بي عكس ما موجود العراقيين لديهم نخوة وغيرة وكلهم شهامة لكن هؤلاء ليسوا بعراقيين بالتالي أنا قبل أيام في مدينة جلولاء ظهر مدينة جلولاء تعرضت إلى محاصرة من قبل داعش وكانت هناك عائلة عراقية احتضنتنا ساعة عاشرة ليلا حتى الصباح الباكر عائلة قيسية عائلة الأستاذ أحمد القيسي وثاني يوم الصبح وادعونا إلى كلار العراقيين كلهم غير وكلهم نخوة إلا أنه ليسوا بعراقيين من يقتل ويدبح ويجرم هذا ليس بعراقي بالتالي جوابا على سؤالك سيدة العزيزة نعم هم يدعون إلى حوار مبادرة جيدة من السيد الرئيس الوزراء بعد أن استشعر بوجود المبادرات الطيبة من قبل بعض الشخصيات السياسية المحترمة بالتالي أكدها سيدة الصدر من خلال كلامه يوم أمس يدعو إلى حوار وهناك من لا يدعو إلى حوار إلا بشروط بالتالي هذا الحوار مع من وكيف سيكون عفوا من هم المتحاورون وما هي الشروط التي ستؤدي إلى ذلك الحوار نحن لدينا شروط وضعت من أجل أن نتحاور بالتالي يجب أن تنفذ تلك الشروط من أجل أن يكون هناك حوار وطني حقيقي من ضمن هذه الشروط هي الحماية الداخلية للمجتمع العراقي والمتمثلة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإثبات حسن النية متى ما استشعر المواطن العراقي بالدرجة العامة والمتظاهر بالدرجة الخاصة أن هناك نية حسنة حقيقية صحيحة لإيجاد حوار وطني شامل سوف يكون هناك حوار إلا أنني أؤكد أنه لا حوار ولا متحاورون داخل الشارع العراقي أو الساحة السياسية لطالما يوجد سلاح منفلت عصابات وميليشيات وقتلة متمردين داخل الشارع العراقي فكيف سيتحاوى السياسي المعتدل مع المتظاهر أو مع الشخصيات أو الأحزاب المحترمة الموجودة لا يمكن لها كذا حوار أن يكون مع وجود هذه العوامل إذن نحن لسنا رافضين للحوار وسندعم أي حوار وطني شريطة أن تتوفر فيه تلك الشروط التي وضعها المتظاهرون هذه المبادرات التي أيدها الاتحاد الأوروبي ليلة الأمس وكانت تأيد على مستوى راقي جدا لا يمكن لها أن تكون إلا من خلال وضع الشروط والمواصفات لذلك الحوار ومع من سيتحاضر أبناء الشارع العراقي المنتفذ الشعب العراقي الساسة المحترمون الذين يدعون إلى الحوار بصورة حقيقية وصحيحة وبدون شوائب متى ما توفر تلك الشروط وحسن النية سيكون هناك لدينا نية وعزم إلى إجراء حوار مع جل احترامي لمن يدعو إلى الحوار هاشم هل تتفق مع ما يقوله طلال مجيد وهل تعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيد في الاحتجاجات السلمية هل تتفق مع ما جاء به طلال مجيد وهل تعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيد في الاحتجاجات السلمية يا عزيزتي بالتأكيد رح يكون أكو تصعيد سلمي نحو عزاحة هذه الحكومة التي فقدت شرعيتها شنو لي أفقدها شرعيتها هذه الحكومة الجميع يعلم أنها أتت لإنجاز مهمتين لا غير المهمة الأولى هي إقرار قانون الانتخابات وتحديد موعد انتخابات مبكرة نحن اليوم قانون الانتخاب تم التحايل عليه وتغيير بعض فقراته رغم أيام الضغط الجماهيري على الحكومة وعلى البرلمان تم إقرار قانون انتخابات كان هو أحد مطالب المتظاهرين هذا الهدف الأول من الحكومة الانتقالية طيب الهدف الثاني اللي هو انتخابات مبكرة أيضا تم الالتفاف على موعد الانتخابات المبكرة نحن هنا صار الموضوع احتيال على المتظاهرين وتسويف للمطالب إذن الحكومة فقدت الهدف الأساسي الذي جاءت من أجله هي جدت حتى تقرب قانون الانتخابات وتحدد موعد انتخابات مبكرة لا قانون انتخابات أقرب مثل ما كان يعني مطلوب ولا الانتخابات المبكرة راح تتم حتى تحديد موعدها في الشهر العاشر من هذه السنة أيضا نحن نعتقد أنه هو تخدير آخر للشعب والشارع العراقي وسوف يتم تمديدها حتى نهاية الفصل التشريحي إذن الحكومة فقدت الأهداف التي ارتضاها الشارع ليس المتظاهرين المتظاهرين أبدا ما ارتضوا هذه الحكومة لأنه كانوا متأقنين أنها ستلتف إحنا هنا أعتقد أنه الأمر هو ليس التفاف وليس احتيال بقدر ما أن الدولة مختطفة الدولة تعاني من ضغط قوى لا دولة بالإضافة إلى ضغط الشارع العراقي الحكومة الحالية حاولت أنه توفق بين إسكاة الشارع وتهديئته وترضية قوى لا دولة وترضية الأحزاب لكن أعتقد أنه فشلة الحكومة بهذه المهمة أيضا وما قدرت ترضي الشارع بقدر ما هي أرضة الكتل السياسية ولربما انحازت لهم كثيرا ولربما هي أساسا لا تستطيع رفع صوتها أمام الكتل السياسية المتنفذة في المشهد السياسي في العراق لذلك الحكومة فقدت الشرعية ومن هذا المنطلق لا حوار مع حكومة فاقدة للشرعية أي حوار يتحدثون عننا ونحن نقتل كل يوم ونذبح كل يوم ونغيب كل يوم أي انتخابات يتحدثون عنها الانتخابات اللي كانت الحكومة يجب أن تقر قانونها مثل ما كان أم الموعد المبكر اللي أساسا تملصت عنه وما راح تطبقه بل ربما نحن نشعر الآن أن الحكومة سوف تحتال حتى وتلتف حتى طبعا مو احتيال ولا التفاف وإنما بضغط الكتل الآن بوجهة نظرية الحكومة تقاتل من أجل أن تثبت نفسها وتثبت جدارتها أمام الشعب لكنها عاجزة عاجز تام عن مواجهة السلاح المنفلت وقوة لا دولة الدولة مختطفة برمتها ولن تستطيع عمل أي شيء حتى أن آخر منجزاتنا اللي نعتبر أنه نفسنا كثورة تشرين أو انتفاضة تشرين أنجزناها إقرار البطاقة البايومترية أيضا سوف يتم الاحتيال عليها وإلغاءها لتستمر عمليات التزوير ولكن هذا ينذر بثورة عارمة بثورة تجتاح الطبقة السياسية برمتها نعم على أريد تعقيم منك على ما جاء به أيضا طلال وهاشم وأيضا سؤالي لك ما مصير الانتخابات في ظل السلسلة الاختيالات والاختطاف التي يتعرض إليها الناشطين نعم سدين عفوا نحن تعقيما على الكلام اللي تفضل بي أنا أقول اليوم الغيرة والنخوة والكرامة عندنا كعراقين وكصفات وإن شاء الله موجودة وللأبد وما راح يقدرون يغيرونها لكن إحنا هاي الغيرة النخوة الكرامة اللي ندعى بها هسنا يقولون كتشرينيون هسنا هم لا تقولون كتشرينيون دعينا لهم كعراقيين ومو كناشطين كعراقيين اليوم كل إحنا دعينا قلنا يا باب إحنا مو منحقنا نقول نعيش ضمن الدستور والقانون ممنحقنا نعيش حياة حرة كريمة ممنحقنا نطالب بأنه القانون الانتخابي ممنحقنا نطالب بكشفة القتلة المتظاهرين وغيرهم ممنحقنا نطالب بنزع السلاح المنفليت ممنحقنا نحازق الجهات المسلحة واللي تعيذ فسادين هذها الأمور كلها اللي دعنا ال mountain الانتخابات وموكرة وغيرها اللي دعنا لها وصارت الأمور كلها هاي الأمور من حقنا نطالب بيها فإحنا ده ننخي ده ننخي الشخص اللي عنده نخوة واللي عده كرامة واللي عده غيرة واللي عده كل هاي الأمور أنه يحققنا إحنا نريد نأمن على مستقبلنا ومستقبل أطفالنا أنا هذا كان محور كلامي وإلا خلي نرجع للشهيد الله يرحمه والد المغيب هو كان ينخي هاي الفترة كل هالناس وما صارت له نتيجة يعني بعد شي ريدي سوى أكثر سنة كاملة ينخوهم على الأقل حتى تتحقق حتى يمشي بالدعوة مالته على ما مصير الانتخابات بشكل سريع سدينة الانتخابات مصيرها مرتبط بهذا الكلام مرتبط بالسلاحة المنفلت أنت تطلب من عندي أجي أنه أكون عندي انتخابات أقدر أمارس بيها دوري بشكل صحيح ما أقدر مع هذه الجماعات المسلحة ما أقدر بأنه يوميا أنا صالت لقصة خاطفين واحد هذا الإفلان خطف ابنه وترجع ولا لا ولا ما مخطف إفلان قتل ولا لا ولا مشكلة عشائرية إفلان صار علي مادرمين وبالتالي هذا الموضوع رح أتخوف أنا ما أقدر رح أدي دوري بشكل صحيح حتى أنه يتمشي الانتخابات بالوضع الطبيعي وأني أدل بصوتي بحرة وأنه أريد هذا الشخص أن تخبأ أو هذا الجه أو غير أو غيرها في ظل هذا السلاح المنفلت نعم كل شكر لك ناشط علاء شوم بغداد هاشم لنبقى معك وكنت أسأل علاء ما مصير الانتخابات في ظل ما يجري في العراق كناشطين ما موقفكم من الانتخابات المقبلة هل أنتم ستشاركون في الانتخابات بشكل كبير أم ماذا هاشم هل تسمعون يعني إحنا بالنسبة لسنا مع خيار مقاطعة الانتخابات ولكن بشرطها وشرائطها التي صرحنا بها مرارا وتكرارا من خلال ساحات التاريخ التظاهر ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام صرحنا بأننا نطالب بانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف ورقابة أممية حتى يكون صوت المواطن مصان ويصل إلى محله الحقيقي ما المطلوب لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة ممكن أن تتقق بالبداية القضاء على ظاهرتين السلاح المنفلت والمال السياسي الفاسد وهذه احنا شفنا أنه عجز تام تجاهها ماكو إمكانية للقضاء على السلاح المنفلت ولا إمكانية للقضاء على المال السياسي الفاسد وخصوصا يعني احنا نشوف أنه ممكن أن تنجر الحكومة إلى معادلة المال السياسي الفاسد بالأيام القادمة ليش لأنه راح يشوفون نفسهم ما يقدرون يجارون القوة المتمركزة منذ 2003 والتي أنشأت اقتصادياتها وهيئاتها الاقتصادية على المراكز القوة في الحكومة من خلال توزيع المناصب تحت عرف المحاصصة المقيت الذي هو أحد أسباب تدمير العراق هذه كلها بالتالي راح تحيد الناس المستقلين وتحجم من دورهم بالوصول إلى قبة البرلمان هذا هنا احنا نرجع ونقول أنه باعتقادنا لن تكون هناك انتخابات مبكرة وهذا ما لمسنا من التأجيل الأول ولا ربما سنشهد التأجيل الثاني مع اقتراب الموعد الثاني اللي هو بالشهر العاشر أيضا ستؤجل لحين انتهاء الفصل التشريعي كون أن البرلمانيين أنفسهم غير راغبين بالتنازل عن امتيازاتهم وحقوقهم وتذرع بذراع دستورية على اعتبار أن الدستور يمنحهم الحق بإكمال دورتهم التشريعية إذن احنا هنا فاقدين الأمل بالانتخابات وسنبقى متواصلين بالضغط باتجاه أن نحقق هذين الشرطين الأساسين لقيام الانتخابات اللي هي القضاء على السلاح المنفلت والمال السياسي الفاسد بالإضافة إلى إشراف ورقابة أممية على الانتخابات بس بهذه الحالة راح نكون راضين كشعب على نتائج الانتخابات وإلا سوف تعاد نفس معادلة انتخابات 2018 اللي شابها التزوير وشابتها نسبة متدنية من المشاركة أدت إلى اندلاع انتفاض التشرين فلربما تكون هناك تشرين ثانية أعنف وأشد ولن تستطيع الأحزاب والسلطة هذه المرة تسويفها وحرف اتجاهها طلال الكلمة الأخيرة لك هل تدخل الدولي وارد في هذه المرحلة هناك من يستبعد هذا الخيار وهل الحوار انتهى قبل أن يبدأ سيدة العزيزة بالتالي المجتمع الدولي ينظر إلى العراق كبلد ديمقراطي ما بعد ال2003 وهو من جاء بتلك الديمقراطية وهذه الأحزاب المتنفذة داخل الشارع العراقي إذن ما زال المجتمع الدولي يؤمن بتلك الديمقراطية الكاذبة ولا يمكن له أن يتدخل برغم من مناشداتنا الكثيرة ومناشدات الشعب العراقي وما يحدث في العراق باستمرار على اعتباره هو متورط بتلك الديمقراطية الزائفة الكاذبة والذي يتأمل منها أن تصحح في المستقبل إذن لا تدخل المجتمع الدولي إلا بإرادة دولية كبيرة جدا بضغط أوروبي بضغط دول عظمى المجلس الأمين الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمين وكذلك هيئة الأمم المتحدة أن تبعث برسائل حقيقية عن ما يحدث بالعراق نحن لا نثق بتلك الهيئة وبرسائل التي توفد إلى مجلس الأمن في الاجتماعات السابقة بالتالي هي لا تصل الصورة الحقيقية لما يحدث في العراق من انتهاكات وقتل وتشريد وترويع وسفك للدم العراقي بصورة مستمرة ويوميا من إذن المجتمع الدولي ما زال مغيبا فكره وضميره عن الشعب العراقي وهو ينظر قبل قليل أقرأ في المانشيط عبر قناة الشرقية إلى أن الحكومة الإيرانية يجب أن تحترم سيادة المواطن وتطلق سراح المعتقلين بالتالي العراق الآن فيه أكثر جرما وأكثر قتلا وأكثر قسوة وهي لا تنظر إلى الشعب العراقي متى تنظر الله أعلم لكن ما يحدث بالعراق بصورة مستمرة هو دليل على قمع وقتل وخطف وسرق لحرية المواطن العراقي هذا دليل على سقوط هؤلاء مبكرا من يعبث في أمن المواطن فليتنبأ سقوطه وعلى السادة المتنفذين داخل الشارع العراقي كحكومة أن يو بعين الاحترام إلى هذا المواطن الذي خرج مطالبا بحقوقه على مدار سنة ونصف لم يحصل على شيئا من تلك الحقوق بغم من تعرضه إلى كافة عمليات القصر والقهر لماذا لأن هناك إرادة داخلية تمنع حصول المواطن على تلك الحقوق والحكومة تقف عاجزة عن صدم تلك الإرادة ونحن ننتظر من الله عز وجل أن يفرج عنا بعدما أيقنا أننا أصبحنا في أصعب الأمور داخل الشارع العراقي كل الشكر لكما الناشطين طلال مجيد من أربيل وهاشم الجبوري من بغداد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر